من مأرب الناطق الرسمي لقوات الجيش اليمني ومستشار لرئيس هيئة الأركان العامل عميد الركن عبد المجلي عميد ركن أهلا بك معنا بداية كيف قرأتم ورأيتم كلمة الرئيس هادي التي تحدث فيها عن الاتحاد اليمنيين في مواجهة هذه العصابات الإجرامية وأبرز ما جاء فيها كذلك أبس الله الرحمن الرحيم شكرا لك أخي العزيز وشكرا أيضا لضيوفك الكرام الذين سبقونا في الكلام وكانت كلماتهم هادفة ومؤثرة وصلت إلى عقول وأفئدة اليمنيين بل إلى عقول وأبناء الشعب العربي جميعا بعد اغتيال الميليشيات الانقلابية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وتشويه قثة أيضا كانت هناك كلمة تاريخية للأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القادة الأعلى للقوات المسلحة وكانت هذه الكلمة مؤثرة وهادفة وأثرت على الشعب اليمني وكانت هي كلمة التسامح والتصافح هذه الكلمة من خلال سمعنا لتلك الكلمة وقراءتنا بتمع لها فقد قال تمر اليمن بمنعطف مصيري وسحاسم يطلب منا جميعا مزيدا من التماسك والصلابة ومواقهة تلك الميليشيات الطائفية السلالية وقال الأخ الرئيس إنها اللحظة الفارقة التي ستظهر فيها كل معدن صلب وقوهر أصيل وقال الأخ الرئيس يكفي شعبنا هذه المعاناة التي سببت تلك العصابة الإجرامية هذا الشعب لا يستحق إلا الحياة الكريمة والعيشة الكريمة وقال لقد راهنت وراهن أبناء شعبنا الكريم في الحياة الأصيل للجمهورية والثورة وقيمها للحوار الوطني وليم للتهادي حقيقة كانت هذه الكلمة تاريخية ومؤثرة لم تكن مؤثرة على القيش الوطني فحسب ولا على المنضمن للشرعية بل كان لها أثر كبير ودور إيقابي أيضا على أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اقتلته الميليشيات الإنقلابية وكذلك على الشعب اليمني أجمع كما أنه عز فيها أخي العزيز للشهداء الذين استشدوا في يومنا هذا وخلال يومين الماضيين في انتفاضة صنعاء وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكل من قضى نحبه من أبطال القوات المسلحة وشرفاء المؤتمر الشعبي العام وكل أبناء الوطن وكذلك أسرة أقربة وذوي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ودعا كافة أبناء الشعب في كل المحافظات التي لا زالت ترزحه تحت سيطرة والسوتة للميليشيات الإنقلابية إلى الانتفاض في وجهها ومقاومتها وسيكون جيش البطل مرابط حول صنعاء عونا وسندا وقد وجه بذلك الأخ الرئيس خلال توقيه الذي أطلقه صباح اليوم بأن يتم فتح جبهات جديدة في أماكن عديدة وخاصة جبهة خولان هذه مديرة خولان هي تدين بالولاء للشرعية تدين بالولاء الكامل للشرعية وتدين أيضا بالولاء الشرعي للرئيس الشرعي علي عبدالله للرئيس الشرعي عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهوري القادل على القوات المسلحة أخي العزيز أخي العزيز نعم نعم أخي العزيز بالنسبة لهذه الكلمة التاريخية حيى بها بكل اعتزاز وفخر نضالة الشرفاء الأحرار في القوات المسلحة والمقاومة الباسلة وأيضا دعا كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب والقوى الاجتماعية الحرة وقال نحن معكم في خندق واحد وهدف واحد إنها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الميليشية الإنقلابية الحوتية وقال ليس أمامنا جميعا إلا طريق واحد لا ثانية له وهو طريق سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري والإندماء العروبي وتوجه إليهم ساعة العميد الوقت يضيق علينا نحتاج إلى الإجابات سريعة ما هي السيناريوهات المتوقعة في الساعات القادمة برأيك السيناريوهات المتوقعة في الساعات القادمة نتوقع أولا أن يثر أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتلته الميليشية الإنقلابية له وليأخذوا بثاره ولينضموا كثيرا منهم طبعا إلى صفوف الشرعية وإلى الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي نتوقع أيضا أن قبائل طوق صنعاء أو ما تبقى منهم سيدوننا بالشرعية نتوقع أيضا أن تنتفض أيضا محافظة صعدة ضد القوى الإنقلابية وأتباع العبد الملك الحوتي وكذلك سيكون هناك انتفاضات في محافظة عمران وفي كل المحافظات نتوقع أيضا أخي العزيز أن يكون هناك تقدم كبير وتطور متسارع لجيشنا الوطني في كل القبهات وبالآخذ قبهة نهم التي تعتبر كبرى القبهات القتالية في المديريات وخاصة مديرية نهم وخاصة بعد سلطرتهم على كثير من السلاسل القبلية والقبال الاستراتيجية كالقبل الأحمر الذي تم السيطرة عليه مؤخرا من سلسلة القبلية والتقرب نحو قطبين ومديرية أرحب وكذلك التقرب نحو شرق العاصمة صنعاء هذه القبهة الكبرى طبعا تمتاز بأنها فيها العدد الكبير من القوات والمعدات وهناك دعم متواصل أيضا من دول التحالف العربي في مقدمتها من المملكة العربية السعودية التي تولي يقول اهتمامها بقيشنا الوطني وتقوم بالدعم المتواصل والدعم المستمر حيث أن هناك أيضا دعم طيراني نشكر سقور الجو من خلال قناتكم والإخبارية السعودية هذه القناة المتميز أيضا والذي لها دعم إعلامي أخي العزيز هناك دعم طيراني متواصل من قبل سقور القوة الذين يدكون أوكار تلك الميليشيات الحوثية سواء في قبهات النهمة أو في غير من القبهات هناك انتصارة متوالية الشعب اليمني اليوم اصطف الميليشية الانقلابية تخسر حاضنتها الشعبية الميليشية الانقلابية إلى زوال الميليشية الانقلابية اليوم استعدت كل أبناء الشعب اليمني الميليشية الانقلابية تحفر قبرها بيدها هي إلى زوال وحقيقة من خلال قناتكم الإخبارية والقناة المتميزة في الجانب الإعلامي نهني الشعب الامني ونبارك له بانتصارة الجيش الوطني كما أننا نبشره أيضا بأن الانتصارات قادمة ودخول صنعاء قريبا والشعب اليمني جميعا يقول لست الشعب يا حوتي نحن الجيش الوطني نحن الشعب نحن الشعب اليمني العظيم الذي سنقارع الميليشية الانقلابية الحوثية التي ترزح وتنفذ الأقندة الإيرانية والتي تقوم بها الشعب اليمني وتقوم بها الجيران شكرا جزيلا لك كنت معنا من ماريب العميد عبد المجلي شكرا جزيلا لك